اه طيب ايه الدعاوة التي لا تقتضي ذلك دي ايه الدعاوة المستعجلة او طلبات المستعجلة اللي ما تحتاجش تبليغ خصمك او حضور خصمك المعالمة اثبت الحالة دعاوة اثبت الحالة اثبت وق دات الشركة اثبت حالة انت بتتلعب في اصول الشركة اثبت حالة انت بتعمل مش عارف مسألة تحتاج المبغطة تحتاج الى المبغطة المبغطة دي هي اللي بطبيعتها تقتضي عدم تبليغ خصمك هنا انا لا اظن ان المشرع اخطأ في النجيع على حقوق الدفاع ومساواة الخصوم بقدر ما هو تبنى مذهب الموضوعية على مذهب الشكلية المذهب الموضوعية اللي هو اثبات الحقوق اولى من التقييد بالاجراءات مسألة اثبات وقف الضرر اولى من التقييد بالاجراءات وده مذهب حلو اوي من المذهب التشريعية اللي هو الحق يعلو على الاجراءات فهو اعتقد الصيغة كانت موفقة في هذه المسألة أيضا بنتكلم بقى ده بالنسبة للمدة اللي لازم يصدر فيها الحكم المستعجل ثلاثة أيام ولا يشتر فيها التبليغ إذا كانت دعوة تقتضي عدم التبليغ ودي مسألة تقدرية بينظرها قادر الموضوع أو القادر المستعجل أسف طلع الحكم المستعجل في ثلاثة أيام بعد ما بيصدروا الحكم المستعجل ورد منه ينقضي يعني ينقضي يعني يموت يعني ينتهي يعني تنتهي آثاره بعد ما اخد حكمه مستعجل يبوز مني ينتهي مني أيوه أيوه إذا ما انتبهتش للمدة 35 من نظام المحكمة التجارية تقولك إيه ينقضي الحكم المستعجل أو ينقضي الحكم الصدر في الطلبات المستعجلة في الأحوال الأتية واحد إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية انتبه بقى من دي خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار يقصد القرار المستعجل واحنا مش قلنا في الأول ان طلبك المستعجل بتقدمه بطريقتين اما انك بتقدمه قبل رفع الدعوة الأصلية دعوة الحق أو انك بتقدمه بعد رفع الدعوة الأصلية طيب إذا كنت خدت الطريق الأولاني ورفعته قبل صدور الدعوة قبل قبل ما ترفع الدعوة الأصلية يعني تقدمت بالدعوة المستعجلة الأول في خلال ثلاثة ايام تلعلك الحكم المستعجل طيب انت بقى تاخد الحكم المستعجل ده وتروح تنام في البيت وتقول لي خلاص بقى انا معايا حكم المستعجل بقى وفرضت الحراسة على الشركة بتاعتي انا والشريك اللي احنا مختلفين وانم بقى بالحكم ده لا يا سيدي ماينفعش عندك سبعة ايام وده معاد ناقص لازم خلال السبعة ايام من تاني يوم استلامك للحكم المستعج من تاني يوم صدور من تاريخ صدور القرار اللي هو قرار المستعجل من تاني يوم ما يصدر القرار المستعجل عد سبعة ايام اذا ما رفعتش الدعوة الاصلية خلال السبعة ايام انتهى الحكم المستعجل كألم يكن وهقولك يعني كألم يكن دلوقتي او يعني انتهى دلوقتي طب افرض انها رحت رفعت الدعوة الاصلية حكمك المستعجل مازال قام شفت بقى يعني عدم رفعك للدعوة الاصلية بعد صدور الحكم المستعجل يترتب عليه انتهاء الحكم المستعجل وانقضاءه وانقضاءه عارف انقضاء الحكم المستعجل ماذا يعني؟ انقضاء الحكم المستعجل يعني انتهاء اثاره المادة 110 اتفسرها لك من لاحة التنفيذية يقولك يقصد بالقضاء الحب انتهاء اثاره عارف يعني انتهاء اثاره يعني اثاره المستقبلة الحكم ده مش هتعرف تعمل بيه حاجة في المستقبل طب ولو كنت عملت بيه حاجة في الماضي لازم تصحح الوضع وتعيد الوضع على ما كان عليه بنسميها حاجة اسمها التنفيذ العكسي يعني ايه التنفيذ العكسي؟ يعني لو كنت خدت حكم مثلا باي اجراء مستعجل باي حاجز تحفظي باي اجراء مستعجل رجع الوضع على ما كان عليه طب واذا كان الوضع مستحيل انه يرجع على ما كان عليه هتعوضني عن اللي انت عملته ده عن الوضع اللي انت غيرت مع المدودة واضح؟ يبقى مسألة اعادة الوضع على ما كان عليه دي معنى انتهاء اثار في الماضي وفي المستعجل ده معنى اجراء خطير جدا لو غلطت بانك ما رفعتش دعوتك الاصلية خلال سبع ايام من صدور حكمك المستعجل هتورط لو كان حكمك المستعجل ده انت عملت بيه حاجة او اشتغلت بيه مسألة في منتهى الخطور ايضا ينقضي الحكم المستعجل ده بعد انت ما تحصل عليه اذا ترك المدعي الخصومة الخصومة الاصلية بقى انت بتعمل ايه بقى انت خدت حكم مستعجل وروحت رفعت الدعوة خلال سبع ايام بس عايز تلعب معايا بقى تترك الخصومة وترجع تشتوبها وترجع تجددها من الشط وترجع وتعد تتلاعب معايا بقى اذا تركت الخصومة ترك الخصومة ترك الخصومة الاصلية بتاع الدعوة الاصلية تليع لك حكم مستعجل خلال ثلاثة ايام بعدها خلال سبعة ايام رفعت الدعوة الاصلية بعد ما رفعناها رحت للقاضي وقولت انا بترك الخصومة سقط حكمك المستعجل سقط ايه حكمك المستعجل دي مسألة في منتهى الخطورة او اتحكم في الدعوة الاصلية باعتبار الدعوة كألم تاكن عارف بقى ايام تحكم فيها باعتبار الدعوة كألم تاكن لما تشطب منك مرتين اتشطبت مرة وجددتها من الشط بخلال تعتيني وبعد كده اتشطبت منك تاني وبتحكم المحكمة بايه باعتبار الدعوة كألمتكم ما لم تبقى للنظام تتقدم للمحكمة العليا وتطلب منها انها تنظر تاني او صدر تعميم جديد بان من سلطة بدل ما كل الحاجات دي ترفع للعليا لا من سلطة القاضي انه هو اذا ما وجد مبرر في الشطب التاني مرة انه هو يعيد ينظرها وما يحكمش باعتبار الدعوة كألمتكم لكن اذا حكم باعتبار الدعوة كألمتكم اللي هي الدعوة الاصلية بقى موضوعية يسقط معها انتهت الدعوة الاصلية هتروح ترفعها من اول وجديد يسقط معها الحكم المستعجل وتضطر انك ترفع دعوة مستعجلة من اول وجديد ايضا الحالة التالتة اللي ينقضي فيها الحكم المستعجل اذا لم يحكم للمدعب طلباته الاصلية في الدعوة المرتبطة بالحكم المستعجل هو انت عندك دعوة اصلية بفض شركة بفصل شريك باي حاجة بدعوة محاسبة بينك وما بين شريك وروح تخد حكم مستعجل بفرض الحراسة على الشركة دي وطلع دعوتك الاصلية فيك او انت مالهاش لازمة اترفضت خلاص ما اتحكم لكش بطلباتك الاصلية الحكم المستعجل اللي في ايدك بفرض الحراسة يفضل ولا ينتهي لا ينتهي بس هو اين مقصود برفض طلباتك الاصلية اذا لم يحكم للمدعي بطلباته الاصلية يقصد حكم اول درجة او حكم الاستيناف لا يقصد حكم الاستيناف ما يقصدش حكم اول درجة يعني لما يصدر حكم نهائي برفض طلباتك الاصلية هنا يسقط الحكم المستعجل بيفسر المادة دي اللي هي المادة 35 بيفسرها المادة 112 من الليحة لا ينقض الحكم الصادر في الطلبات المستعجب بموجب أحكام الفقرة واحد على الجيم اللي هي اللي احنا لسه قيلنا من المادة 35 من النظام بصدور حكم ابتدائي في الطلبات الأصلية لا أمه ليقصب بصدور حكم ايه نهائي مع الأحكام 3 ابتدائي من أول درجة نهائي من الاستقناف أو المتحصن بعدم الطعن عليه وبات من المحكمة الأولية أو أن الاستقناف لا يبعا عليها تحاول إلى حكم ابتد طيب دي بقى قلنا الحالات اللي بينقض فيها الحكم المستعجل وقلنا معنى انقضاءه أن تزول آثاره المستقبلة والماضية الماضية بحاجة اسمها التنفيذ العكسي إنك تعيد الحال إلى ما كان عليه وإذا كان مستحيل العودة بتعوضني عليه ما هو التنفيذ ياما عيني اللي هو عيني الشيء أيضا ينقضي الحكم المستعجل مش بنقضاء التلات حالات اللي قلناها وبس لا ينقضي بحاجة اسمها دعوة الإلغاء جديدة دي دعوة إلغاء قدام القضاء العادي نادرا لما بنسمع الكلام دا إحنا دايما نسمع دعوة الإلغاء قدام القضاء الإداري دعوة إلغاء القرار الإداري ده معروف أن القضاء الإداري دعوة إلغاء ودعوة تعويض ودعوة تأديب يعني ده أقسام القضاء الإداري وما قدام القضاء العام القضاء العادي وقولك دعوة إلغاء حكم يعني دعوة إلغاء حكم ما نعرفه دي احنا نعرف الطعن على الحكم لكن يقولك دعوة إلغاء حكم جديدة يقولك دعوة إلغاء الحكم المستعجل إذا لم يكن مادة 35 نظام محكمة إذا لم يحكى لكل الفقرة اتنين بقى أو الرقم اتنين لكل دي مصلحة يعني ايه لكل دي مصلحة المصلحة بالمعنى اللي وارد في نظام مرافعات ان يكون الدعوة اللي هترفعها دي هتجلب عليك نفع او تدفع عنك ضرر هتجلب عليك نفع او هتدفع عنك ضرر دي اسمها مصلحة لكل دي مصلحة طلب إلغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل في الحالات الادية ليه قال لكل دي مصلحة لأن اللي صادر في مواجهته الحكم المستعجل عنده حالات خليني أقول هالك مادات أظنها 80 نبص عليها عنده حالات تختص دارة الاستيناف المكونة من قضي فرض في المحكمة النظر الاعتراضات الصادرة من الدوار اللي ابتدائها المكونة من قضي فرض والمتعلقة بالدعوة والطلبات المستعجلة يعني الشخص اللي مختصا في الدعوة المستعجلة بتاعت أول درجة يقدر يستقنفها تبقى للمادة 80 من نظام المحكمة التجارية طب افرض انه ما هواش مختصم تقول لي ازاي مش مختصم هاقولك ركز معايا مش في قلنا بعض الدعوة تقتضي عدم تبليغ خصمك يعني انت بترفع دعوة على واحد ما بتبلغوش فعدم تبليغه تعني يعني الخصومة لم تنعقد لم تنعقد الخصومة وبالتالي مش هيعرف يستقنف هيستقنف ازاي والخصومة غير منعقدة في مواجهته أصلا دي مسألة خطيرة الذي لم يبلغ بالحكم الذي لم يبلغ بالدعوة اللي صدر فيها الحكم المستعجلة مش هيعرف يستقنفها لأن الخصومة لم تنعقد خصومة أول درجة لم تنعقد في مواجهته وبالتالي هو ملوش حق الاستقناف طب يعمل ايه يعمل ايه الراجل ملوش حق الاستقناف يرفع دعوة الإلغاء اللي موجودة في المادة 35 لكن مايروحش يستقنف طبقا للمادة 80 انتبه دي فنية قوي يبقى لو واحد صدر ضده حكم مستعجل وهو لم يبلغ به طبقا للمادة 105 من لاحة التنفيذية انه لا يبلغ في بعض الأحوال اذا اقتضى طبيعة الدعوة المستعجلة ان لا يبلغ خلاص لا يبلغ خلاص ده ما يقدرش يروح يعمل استقناف على الدعوة المستعجلة تبقى للمادة 80 من نظام المحكمة التجارية وما يروح يعمل ايه عاوز يلغي الحكم المستعجل ده يعمل ايه يمنعه ازاي يتظلم منه ازاي يطعن عليه ازاي بدعوة اصلية اسمها دعوة الغاء الحكم المستعجل يبقى الاعتراض على الاحكام المستعجلة لها طريقين اما بالاستقناف اذا كان تم تبليغك اذا كنت مختصم في الدعوة الاصلي في الدعوة المستعجلة من اول مرة تبقى للمادة 80 واما بموجب دعوة الالغاء الوردة في المادة فقرة 2 مادة 35 من نظام المحكمة التجارية واضحك كده يا ستزة طيب قالك لكل دي مصلحة كل دي مصلحة مش اللهم الخصوم بقى كل ما من سيؤثر عليه الحكم المستعجل سيجلب عليه نفع ويدفع عنه طرر يقدر يروح يرفع دعوة الالغاء دي ايه امتى بقى تروح ترفعها في حالة زوال حالة الاستعجال مع اصل ايه مبرر ايه مبرر الحصول على الحكم المستعجل وجود حالة استعجال طب ايه دا ما زالت حالة الاستعجال روح روح اعمل دعوة الغاء الحكم المستعجل لعدم وتوفر حالة الاستعجال خلاص حالة الاستعجال ما عادتش موجود تمام يقول لك ايه بسرعة سماع شاهد قبل ما يسافر الراجل سافر خلاص سماع شاهد قبل ما يموت الراجل مات خلاص فين حالة الاستعجال واضح يقول لك ايه الحق بسرعة افرد حراسة عشان الشركة هتدخل ممقصة ولا هتدخل مزايدة ولا ممارسة واذا الراجل دوت عملها او فضل هو اللي ايده على الشركة هيخصر الشركة وجات الممارسة دي تلاغت اصلا ولا المناقصة دي تلاغت اصلا ما عادتش موجودة فين حالة الاستعجال واضح يبقى زوال حالة الاستعجال وقف السير في الدعوة بناء على طلب الخصوم اللي هي الدعوة الاصلية لو وقفوا السير فيها تروح انت تعمل ايه في الدعوة المستعجلة تقول لك خلاص الغي الدعوة المستعجلة لانهم وقفوا السير في الدعوة الاصلية انا هيفضل الدعوة حكم المستعجل سيف على رقبتي ما هم أساسا وقفين الدعوة الأصلية هم اللي طلبوا وقفوهم يبقى حالة الاستعجال راحت فين بقى مفيش لأنه هو بخبالك ممكن لاتنين خصوم يتفقوا أنهم ياخدوا حكم مستعجل هيتضر بيه طرف ثالث ويروحوا وقفين الدعوة الأصلية عشان خاطر يضل الحكم المستعجل في مواجهة الطرف الثالث ده سيف على رقابته وماشي في مواجهته لا ما ينفعش الكلام ده يقولك إذا الخصوم اتفقوا على وقف الدعوة الأصلية يبقى هم مقررين بعدم وجود حالة استعجال يبقى يحق لكل صاحب مصلحة أن يلغي حكم القضايا المستعجل أو انقطاع الصرف الخصومة تنقطع صرف الخصومة بزوال أهلية أحد الأشخاص واحد توفى لازم تختصم الورصة بتوعه لأي سبب من أسباب الانقطاع الموجودة في قنون برافعات أو شطب الدعوة يعني أنت ما حضرتش والدعوة شطبت أو أروح أرفع دعوة إيه بس لسه ما تحكمش بكلمتكم يعني هي شطبت أول مرة بس ما تحكمش بكلمتكم ده الدليل على أن المدعي مهمد ما هو شطب الدعوة ده معناه إيه إهمال من المدعي في المتابع الدعوة لأن مين مالك الدعوة يقولك دايماً الفقه يقولك إيه أن الدعوة هي ملك المدعي هو الذي يسير القضاء مطلوب وليس محمول أنا مش هجيلك أنا كقاضي أنا مش هتحايل عليك أنا لن أكون كاثولكياً أكثر من البابا يعني مش هكون ملكي أكثر من الملك أنت اللي تهتم بشؤون نفسك أنت اللي تهتم بشؤون دعوتك أنت اللي لازم تسير دعوتك لو أنت ما جيتش أنا هاشطب لك الدعوة خلاص في غيرك نستني واضح؟ فده موجودة في كل دول العالم يعني يقولك إذا شطبت الدعوة دليل على إهمال المدعي أنه لم يتابع دعوة إلا إذا كانت دايه عذر يعني دي مسألة تانية بس إذا شطبت الدعوة يروح بقى كل صاحب مصلحة يطالب بإلغاء الحكم المستعجل اللي متعلق بالدعوة الأصلية اللي تم شطبها تمام؟ طلب الإلغاء طلب إلغاء لأن دي دعوة دعوة اسمها دعوة إلغاء الحكم المستعجل بيسري عليها ذات قواعد الطلب المستعجل يعني أنه لازم يتفصل فيها في خلال ثلاثة أيام وتقدمها إما للقضي الفرد أو تقدمها إما للقضي بتاع الدعوة الموضوعية نفس اللي احنا قلناه بطريق تقديم الطلب المستعجل في الدعوة المستعجلة بقى دعوة طلب المستعجل إذا أنت اختصمت المدعى عليه أو ما اختصمتوش أنت كمدعي لازم في خلال ثلاثة أيام بتتحدد للجلسة أو حسب حالة الاستعجال وإذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه المدعى أو وكيله في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل عارف القضي بيحكم به طبقا للطبيعي طبقا للغانوم ورفعاب بيحكم بشاط بالدعوة لا هنا عارف بيحكم بإيه بقى ده عدم قبول الدعوة عدم قبول الدعوة مش شط بها لأن شاط بالدعوة ليس حكم هو قرار ولكن تظل الخصومة قائمة لكن عدم قبول الدعوة ده حكم حكم إجرائي حكم شكلي بيترتب عليه زوال القضية من رول المحكمة القضية مش في المحكمة خلاص انتهت لكن لما بيطلع قرار بالشاط القضية لسه موجودة في المحكمة بس احنا استبعدناها من الرول استبعدناها من جدول الجلسات لكن الخصومة مازالت قائمة أي إجراءة انتخذته بعد كده بتكمل بعديه لكن عدم القبول معناها أن القضية ده انتهت عايز ترفع يرفع من أول وجديد بإجراءات جديدة بكل حاجة جديدة تمام يبقى عدم حضور المدعي في الدعوة المستعجلة لا يترتب عليه الشاطب ولكن قرار الشاطب ولكن يترتب عليه حكما بعدم القبول وده إجراء خطير جدا 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 لأن الحكم مش قرار الدائرة المستعجلة قلنا بتفصل في الطلب المستعجل في الجلسة الأولى من حقها تأجل بس في حدود التلات أيام إنها ما تعديش التلات أيام طيب يقتصر نظر المحكمة في طلبات المستعجل على النظر المسائل المستعجلة فقط دون التحقق من ثبوت الحق دي قلناها ما عندناش مشكلة بعد ما بيطلع الحكم بيتحيلوا للجهة المختصة طيب كمان عايز أقول لك بقى تعديل الطلب المستعجل فيه قلنا عندي عندي الاعتراض على الطلب المستعجل قلنا إما بالاستقناف استقناف طلب المستعجل وفقا للمادة 80 أو بطلب إلغاءه وفقا للمادة 35 عندنا حاجة كمان بقى ما اسمهاش دعوة إلغاء طلب المستعجل اسمها دعوة تعديل الحكم في الطلب المستعجل يعني أنت عايز تعدل الحكم تقول بدل ما عايز أفرد حراسة لا ده أنا عايز بقى أعمل حجز تحفظ ظهرت وقائع جديدة فبدل ما أعمل حراسة لا أعمل حجز بدل ما أعمل حجز لا أعمل حراسة أنت عايز تعدك دي قرتها المادة 111 من اللايحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية إنك أنت بتعدل من حاجز ما دعوة تعديل حكم مستعجل وليس إلغاء حكم مستعجل تعديل حكم مستعجل طيب إيه يا بقى الطلبات المستعجلة اللي أنت من حقك تقدمها طلبات المعاينة لإثبات الحالة دي كلها بقى موجودة في النظام المرافعات وكل درسها يعني المعاينة لإثبات الحالة إنك عايز تعاين وضع معين لعدم زوال آثار وعشان تستخدمه كدليل بسمية من دعوة الأدلة تستخدمه كدليل قدام القاضي الموضوعي المنع من السفر إن الراجل ده هيهرب أو هيسافر فبتقدم منع من السفر بس لو قدمت بقى طلب منع من السفر دعوة مستعجلة منع من السفر قدام القضاء التجاري قدام القضاء التجاري لازم تقدم ضمان نقدي لا يقل عن 2% من قيمة المطالبة الأصلية يعني شوف أنت بالطالب بالمطالبة الأصلية بمبلغ قد إيه عشان تمنعني من السفر أنا كخصمك تقدم في المحكمة 2% من قيمة المطالبة اللي أنت بتطالب بيها والمحكمة من حقها تطالب بضمان مالي أكبر من كده ليه؟ لأنه مش أي حد يقدر أصل المنع من السفر ده حق دستوري حق التنقل يعني حق التنقل ده حق دستوري وخطير قوي فعشان أمنعك من السفر أنا بعتدي على حق دستوري ليك فعشان أتأكد من أن طلبك ده جدي بقولك عايز أمنع لك خصمك قدم ضمان مالي 2% من قيمة المبلغ المطالب به فأنت مش حتقدر تقدم الطلب اللي هو المنع من السفر ده عمال على بطال لا لازم يكون طلب جدي لأنك هتدفع فيه فلوس ولو طلع مش جدي هيبقى فيه هيبقى فيه هيبقى فيه مشكلة صاحبنا بقى اللي ممنوع من السفر ده يقدر يقدم ضمان مالي يعني يقدم المحكلة الضمان مالي المبلغ المدعى به والمحكمة تئذله بالسفر آه يعني شوف بقى العكس بقى المدعى ليه اللي ممنوع من السفر ده يقدر أنت بتطلب بكام بمليون طب أنا هحط لك المليون تحت إيدك يا محكمة بس يسدنا سافر لأن الصفقة اللي هعملها بره أنا هخسر كتير الحاجة اللي هعملها العملية اللي هعملها هموت لو ما روحتش أعمل حاجات زي كده خطيرة فبالنسبة لي الفلوس أقل فأنا هحط الفلوس تحت إيدك يا محكمة عشان لو الراجل ليه حق خلاصنا ينفذ عليها بس سيبني أسافر إن أنا أخلص المصلحة اللي بره لأنها جبيرة لو طلع طلب المنع من السفر غير جدي من حقك إنك أنت تطالب بإيه تطالب بالتعويض عن فكرة المنع من السفر عن الأضرار اللي أصابتك الضمان المالي بقى اللي منصوص عليه اللي هو الـ 2% دول تقدر توضعهم إما نقدي وإما تقدم بقى ضمان بنكي اللي هو خطاب ضمان مثلا أو رهن أو كفيل غارم رهن أو كفيل غارم تأمين عيني أو تأمين شخصي يعني رهن يعني شيء عيني تحطه المحكمة ترهنه تحت يد يعني رهن رسمي بقى أو رهن حيازي على حسب ما يشوف اللي هو رهني يعني أو كفيل غارم اللي هو الضمان الشخصي واحد يضمنك يسافر بس لو حصل حاجة هننفذ عليه هو كفيل غارم كلمة غارم دي يا جماعة تعني سقوط حقك في الدفع بالتجريد سقوط حقك في الدفع بالتجريد دايما الكفالة اللي هي الكفالة الشخصية يقولك إيه إن الدائن لما يروح لطالب الكفيل الكفيل يدفع في مواجهة الدائن بحاجة اسمها الدفع بالتجريد يقول للدائن إيه روح على المدينة الأصل الأول جراده من كل ممتلكاته وإذا ما خلصت علال أنا بقى لأن أنا ككفيل أنا تابع أنا تأمين حقوق يقولك التأمينات التبعية مش الأصلية يعني التأمينات العينية التبعية الحقوق العينية التبعية مش الأصلية فيقولك أنا أنا بضمن لكن صحيح إرجع على صاحب الحق الأول لو خلصت كل اللي عنده تعالى لي تمام الكفيل الغارب هو تنازل الكفيل عن الدفع بالتجريد يعني ما يقدرش يقول للدائن روح جرد المدينة من أماله وبعدين تعالى لي يقول له لا أنت غارم يعني إيه غارم يعني أنت متنازل عن الدفع بالتجريد يعني أنا أقدر أروح لك مباشرة تمام ده معنى الكفيل الغارب ده أقدر أقولك إن ده باختصار الدعوة المستعجلة أمام نظام المحاكم التجارية أو وفقا قدام القاضي التجاري وفقا لنظام المحاكم التجارية الجديد كده يبقى اتكلمنا عن إيه هي الدعوة المستعجلة دي الحلقة التسعة إن شاء الله في الحلقات القادمة الحلقات القادمة إن شاء الله هنوالي شرح نظام المحاكم التجارية السعود الجديد مش عارف يمكن توصل لعشرين حلقة أو أقلها أو أكثر ولكن إن شاء الله ربنا يساعدنا وإن إحنا نلتزم بإن إحنا ما نتوقفش لكم كتير بشكركم شكرا جزيلا وإن شاء الله نشوفكم في الحلقة القادمة شكرا